بعد صاحب السمو الملكي لامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن أصدق تعزي ومواساته بضحايا الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع في القطيف بالمنطقة الشرقية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن مملكة البحرين التي ألم هذا الحادث المجرد من الإنسانية والذي أبعد ما يكون عن القيم الإسلامية السمحاء لتؤكد بأنها تقتف مع الشقيقة المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي ستتخذها لحفظ أمنها واستقرارها ومحاربة الإرهاب الذي لا دين له ولا مذهب بكافة أشكاله وصوره معربا سموه عن أصدق تعزي إلى أسر الضحايا سئلا المولى جلت قدرته أن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقيته تعزياء لكل من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العاد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أعرب فيهما سموه عن أصدق تعزي ومواساته بضحايا الحادث الإرهابية الذي وقع بالقطير في المنطقة الشرقية